اشتركوا في القناة يحصل شوية يأكل يشبع ينام راضوا بالحياة الدنيا ليكن احنا المسلمين المؤمنين هذا موعدة لنفسي اقول لنكن هالشكل انصير انه نرضى بالدنيا فقط هذي خصة هذي خفة ان الانسان يرضى بشيء تافه ليش تافه لان ينتهي اش قد يحصل اموال بالنتيجة يموت اش قد يحصل قصور فلان يقولون فلان منجي باسماء اخرنا رجل بالعالم غبعدين شنو اخر شي يموت راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها العجيب ان بعض الناس يطمأنوا بالحياة الدنيا يعني كأنه معشوق الدنيا يعشق الدنيا اطمأن بها يفكر دائما موجود هذا قارون كان يفكر دائما موجود فخسر به الفراعنة النماردة كلهم راحوا وانتهوا وفي عصورنا ايضا راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها هذول شنو اصطفتهم والذين هم عن آياتنا غافلون يغفل عن الآيات والعلامات ما يتعقل ما يفعل عقله ولذلك يرضى بالحياة الدنيا هذول شنو نصب مصيرهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هذا الذي لا يعتقد بالآخرة يعمل كل ظلم وكل قبيح وكل رذيلة ولذلك مأواهم يعني مرجعهم النار بما كانوا يكسبون لأنه عملهم هذا عملهم ودهم إلى النار اشتركوا في القناة